بعد غياب التقوص الاحتفالية لأكثر من سبع سنوات نتيجة الحرب الظالمة على سوريا تعود الحياة تدريجيا إلى المحافظات السورية بفضل انتصارات رجال الجيش العربي السوري ليحتفل أبناء الطائفة الأرمانية الأرثوذكسية بعيد الكنيسة الذي أقيم بكنيسة الأرمن في مدينة الحسكة سوريا غنية بشعب شعب وفي تجاه الوطن ونحن كأرمن أو في تجاه الوطن سنة 1915 واتصار إبادة عثمانية أنزاك راح ضحيتها أكثر من مليونير وربع وسوريا حطنتنا من سحاري سوريا من سحراء ديرزور كسب لاتقية ترتوس وسوريا كانت أم استنشقنا هوا سوريا تراب سوريا خيرات سوريا ونحن فاخرين تجاه دولة السورية أنزاك وحاليا ننتهز الفرصة بهالمناسبة واليوم نوصل رسالة أنه نحن الأرمن من خلال هالعيد من خلال هالعيد ومن خلال ممارستنا لتقوسنا الدينية نرسل لأردوغان أن نقول له أنت طالعتنا من أراضينا بس نحن سوريا احتضتنا والقائد بشار حافظ لسد احتضنا وقلنا حرية دينية حرية بممارسة كل تقوسنا وعاداتنا وتقاليدنا وصلواتنا كل سنة بـ 14 كانون الثاني نحتفل بعيد الكنيسة طبعا هذه العادات والتقاليد يعني ما كان فيها أول مرة هالسنة نعمل هالاحتفال ونعمل التقاليد الأرمنية بحدافيرة الحضور عبروا عن امتنانهم لانتصارات التي يحققها أبطال جيشنا الباسل في تصديهم للإرهاب داعينا أن تكون السنة الجديدة سنة مباركة مليئة بالفرح والسلام والوصول إلى بر الأمان أول مرة عم نحتفل بهذه المناسبة فأراد المطران سيادة المطران تبعنا أنه يحيي الزكرة كيف كنا عم نعيش هالتقوسة أهالينا كان عم بعيشوها عم يحيي الزكرة نحن الأجيال نحن لم يشفنا حتى أولادنا يشوفوا هالعيد هذا ويتذكروا أنه هي كان عم يصير بمناسبة عيد يوحنا المعمدان عم نعمل هاي الأكلة الأرمانية حنطية خوارف يطبعوا أول شيء يطبعوا الخوارف بعدين اللحمة والحنطية وقياس الماء كله عم نحط مع بعض نشعل نار على الحطب نطبخن بعدين هلا كل الشعب طلعوا من الكنيسة بعد الصلاة بعد القداس تنوزق الشعب الله يرحم الشهداء كافة الشهداء في سوريا والله ينجي الجرحة يشفيهم ويعطيهم الصحة والعافية والله يخللنا سوريا سوريا هي الأم هي تحضن العالم كله تضمن الحفل الصلوات والقضاديس يليها توزيع مادة الهريسة الغذائية التي تحضر بهذه المناسبة والتي تتألف من لحم الخاروف وحبوب القمح والملح فقد عمل أبناء الطائفة من الشباب والشابات طيلة الليل لطبخها وتجهيزها لتوزيعها على الحضور ترجمة نانسي قنقر